دائماً جملة إنه أحلمه في الإسماعيلي إنه يعتمد دائماً على أولاده في كل المناصب سواء إدارية أو على المستوى الفني كمدربين ولغم كده بنسمع عن خلافات كثيرة طول الفترات الماضية أنا بصراحة عشان أقول برضو كلمة حق في الأول الفترة دي هي أكتر فترات الإسماعيلي منذ سنوات هدوءاً يعني على المستوى الإداري وعلى المستوى الفني لغم الصعوبات ونترو توجهها ونتكلم عنها بس لا الأسرة بتاعت النادي الإسماعيلي مش حاسسها هي الأسرة المتربطة بتاعت زمان تمام أكبر دليل يعني على كلامك إن أنا مثلاً حضرت اجتماع مع الرئيس القطاع كابتن محمود جابر كابتن أشرف خدر وجبنا المديرين فنين بتاع القطاع واتكلمت معهم وقلت لهم أنتوا مدربين محظوظين محظوظين علشان خاطر أنتوا بصوا دلوقتي ليك دهر ليك دهر أشرف خدر ليك دهر محمود جابر ليك دهر أحمد سليمان ليك دهر كابتن علي بو جريشا ليك دهر محصن عبد المسيح في كل حتة فيه لعيب كورة كل ده دهرك كمدير فني لأن أنت لما بتيجي تتكلم إحنا فهمينك لكن في المجالس التانية لا هو رئيس القطاع بس اللي بيفهم كورة زيك أما المجلس مفوش حد بتاع كور فمش فهمين اللغة بتاعتك تيجي تطلب طلبات معينة يرفضها عشانه مش فهمين تأهمين مش فهمين دي حاجة مهمة جدا دي حاجة أساسية صحيح فأنتوا محظوظين أن أنتوا النهار ده ماشاء الله ليك وكذا ظهر مفيش مشكلة بالنسبة لكو وأنا شايف أن كابتن محمود جابر عامل شغل كويسه أشرف خدر ومعاهم كابتن طرق الوحش ربنا طبعا يشفيه ويعفيه يرجعه بيته سليم كمان كابتن إسماعيل توتو أوجود برضو في البراعم وهو حاجة جميلة الحقيقة برضو فبنقول بنطمن الجمهور أنا شخصيا بطمن الجمهور إن الإسماعيلي بخير في البراعم بتوعه ممتاز ما شاء الله يعني دايما عارف كريم تلاقي مثلا في سن الولاد اللي عندهم مثلا تسع سنين أو عشر سنين أو تمان سنين لعيب كويس أو اتنين شحيح لأ أنا بلاقي ستة سبعة ستة سبعة واو تقول عليهم واو يعني حاجة مبشرة بالخير النادي الإسماعيلي ربنا حبيب المهارة دايما واللعيبة الكويسة وأنا تعقيبا على الكلام اللي أنت قلته إن النادي الإسماعيلي ما طلعش حد للأندية التانية ولا طلع لمنتخب مصر صحيح وعشان كده تلاقي برضو المنتخب عندنا بعافية لأن النادي الإسماعيلي بعافية بأمانة النادي الإسماعيلي بعافية وعشان كده منتخب مصر والمنتخب بعافية لما تيجي تبص على العمالي قابت ومنتخب مصر لفترة الأخيرة هتلعيموا لدي النادي الإسماعيلي بصرف النظر هم راحوا أندية تانية أو لا لكن أساسهم هو النادي الإسماعيلي لو أحمد فتحي بقى وبركاته وعبد الله السعيد وعماد النحاس الأسماء اللي تيجي على بي أخرهم عبد الله السعيد طبعا ويشرف عبد الفضيل وأسماء كبيرة كلها لعبة للإسماعيلي كانت موجودة وأساسية للمنتخب وكانت سبب أساسي مع كابتن حسن شحاتة في الثلاث بطولات اللي احنا أخذناهم